ونكمل معكم أعزائنا مشاهدين مشوارنا صباح الخير طول كرم صباح الخير فلسطين مع الطفلة آية سامي مسعد كيف حالك عمو؟ ميحا ليه صوتك واطي أنا بعرف صوتك عالي صباح الخير؟ صباح النور منولك هاللبس الحلوة؟ ماما مين شرالك إياها؟ ماما؟ شاطورة طبعا الطفلة آية أمرها ثلاث سنوات تحفظ القرآن أو أجزاء من القرآن من مركز تحفيظ القرآن في محافظة طول كرم ويكمل معها هذا المشوار شيخنا محمود الحجار حتى نرى ماذا تحفظ هذه الطفلة المميزة تفضل شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الإنبياء والمرسلين طبعا الطفلة آية هي معنا في مركز تحفيظ القرآن الكريم في طول كرم عمره ثلاث سنوات ونصف وتحفظ الصور القصيرة وهي متواصلة بإذن الله تعالى نعم لن نتحدث عنها كثيرا ونريد أن نسمع منها صحيح كيف حالك آية؟ نيحة نيحة شو تكتك تقرأينها؟ صورة العادية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحة فالموريات قرحة فالمغيرات صبحة فأسرنا به نقيعة فبسطنا به جمعة إن الإنسان لربه لجنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلموا إذا بعصرنا في القبور وحصرنا في الصدور إن ربهم بهم يوم إذن لخبير صلاة الله ما شاء الله شطورة لا بنا نسمع عنها كمان صورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر حفظتها يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروع فيها بإذن بهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ما شاء الله سلام هي حتى مطلع الفجر طيب أصورة كل هو الله أحد حفظتها يلا سوط علي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم صدق الله العظيم تسمحنا أخرى صورة تفضل تركت المجال إليك شيخنا ما ليش دخل أخرى صورة آية صورة إذا زلزلت الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أفقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاد لو أعمى لهم فمن يعمل مثقار ذرة خير يرى ومن يعمل مثقار ذرة شر يرى صدق الله العظيم الشيخ ما ليش اسمح لي بالسؤال أو ملاحظة يعني أرى أنها تقرأ ليس مجرد القراءة وإنما هناك في مثلا تجويد أو شيء منها نعم التجويد الأساسيات أو البديهيات في التجويد زي الغنة أو الإضغام بنحرص طبعا هي لا تقرأ الآن إنما هي تلقي تسمع عن كما تكون محفظة بتسميعها وسماع الصوت منها تحفظ كما تسمع فهي تسمع مجودة تحفظ مجودة طبعا بتركز في تسميعها على الغنة وعلى الإضغام فابتكم تديروا باقب عليها يا شيخ إن شاء الله تعالى نعم هل تحفظ شيء آخر آخر شيء ممكن أهل تحفظ صوت القارعة إيش تكرأي آية القارعة ولا إيهوزا يلا نسمع بصوت عالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب بصوت عالي من الشيطان الرجيم يحسب أن ما له أخرده صدق الله العظيم صدق الله العظيم شكرا عمو شكرا كثير شيخنا شكرا لكل المشاهدين وشكرا لأبوها والدها ووالدتها عنا في الستوديوم نشكرهم كثير كثير على حسن التربية وشكرا لجمهورنا المميز في هذا اليوم وشكر موصول أيضا لطاقم برنامج صباح الخير طول كريم صباح الخير فلسطين شكرا لكم جزيلا عزائنا المشاهدين على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله وهذه أجمل التحيات من أسرة تلفزيون الفجر الجديد وإلى اللقاء الله بك اشتركوا في القناة